الآن عندما يتم محاسبة التاجر أو اللي يبيع مفرد وهو عنده قوائم أنه هو مشتريها بهذا السعر على أي أساس يتم محاسبته شنو المعيار؟ لا يوجد معيار الحقيقة قانون اللي يتعكز عليه يعني في المحاسبة هو قانون رقم 37 لسنة 1970 اللي يخص الرقابة التجارية على الأسواق وهذا يخص الرقابة التجارية على السلع المنتجة في القطاع الاشتراكي تحديدا حتى يسميه هو القطاع الاشتراكي هذا القانون ألغي منذ سنوات قانون التجارة لا يوجد فيه نص يسمح لوزارة التجارة بمتابعة الأسعار وبالتالي أنا أعتقد أنه قبل سنة كانوا أيضا اعتقلوا مجموعة من التجار أطلق صار حم القاضي لأنه لا يوجد هناك نص ممكن أن يدين التاجر وذكر أنا سابقا في الـ 92 على ما أعتقد أيضا عندما تم اعتقال مجموعة من التجار أيام نظام السابق وتم اعدامهم كان سعر الكيل والسكر كان 350 دينار على ما أتذكر بعد اعدامهم بأسبوع صار 750 دينار ثم بعد ذلك بـ 1200 إلى 2000 دينار لأن التاجر إذا راد يعزف عن الاستيراد الحكومة لن تستطيع أن تسد هذا الفراغ ولو ليس أمام الحكومة سواء خيار واحد أن تنزل منافس وهذا المنافسة من خلال زيادة مفردات البطاقة التومينية زيادة توزيع الحصص بدلاً ما تكون ستة أشهر خلال السنة كل شهر توزيع حصة وخلال هذه الفترة حتى تكبح من جماح الأسعار أن توزيع حصتين أو أكثر من حصتين